اشتركوا في القناة 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 نشاهد كثير أشخاص يعني ما عم بيلتزموا بوضع الكمامة في التجمعات الكبيرة كونهم أنهم طعامين طبعا الكل مطعم وحتى كمان جلالة الأمير جلالة الملك والملكة وأيضا سمو الأمير إحسان مطعم لكنه نصاب لكن طبعا إصابتهم بتكون خفيفة كونهم أنه عندهم المطعوم فنرجع ومننبه للجميع الحرص واجب خاصة يعني لا سمح الله الأشخاص اللي بتنصاب أو ممكن أنها طلقت هذا الفيروس مني ومنك ومن من الغير اللي معرضين دائما أنهم بالشغل بالعمل أنهم يواجهوا أشخاص تانين أو بتجمعات بترجع على البيت بيكون الوالد والوالدة أو التيتة والجدو بيكونوا هذول الأشخاص ضعيفين المناعة فيصابوا ويكون أنت السبب فلا سمح الله فديروا بالكم على حالكم ديروا بالكم على الأعزائكم اللي موجودين حواليكم ونرجع من أول نتمنى السلام للجميع والشفاء العاجل لكل المصابين هذا بالنسبة لأخبارنا لهذا يعني أبرز مجاءنا حاليا لكن طبعا بهذا الأسبوع لازلنا كنا نحتفل بعيد رفع الصليب المحي المبارك خاصة على التقص الأرثودوكسي فكان مبارح احتفال جدا رائع في النادي الأرثودوكسي لاحتفال بعيد الصليب ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة ولفيف من الأباء الكهنة الأرثودوكس والأصدقاء من الكنائس الأرثودوكسية الأخرى وأيضا من عضاء النادي وبعض الشخصيات العامة والخاصة وأيضا هناك كان في زيارة لسيادة المطران موسى الحاج مطران الموارنة في الأردن والأراضي المقدسة أقام قداسا احتفاليا في رعية مارشربل وكانت زيارته الأولى بعد فيروس كورونا وغياب تقريبا بحدود الثلاث سنوات مثل ما حكى وطبعا وعد الأردن في زيارة شهرية إذا سمحت الظروف لرعيته في الأردن أخبارنا مستمرة من خلال نصرة الأردن في أسبوع بتقدروا تطلعوا عليها من خلال التقارير الموجودة على صفحتنا وأيضا هناك إيش في أخبار تانية أمونا يعني مميزة الحمد لله أنه الكنائس عادت نشاطاتها وبطن نلحق رجع الشغل زي زمان وتغطيات والمناسبات الأعداد الكبيرة يعني الحمد لله ومستمرة كنيسة الأرثلوكسية في الاحتفالات حسب التقويم الشرقي في أكثر من رعاية بمادرة وبنادي الأرثلوكسي مبارح وبكل الأماكن يعني بكل الرعاية نعم الحمد لله نحب كمان نحكي أنه هذه الحلقة المميزة ستكون برعاية جمعية كاريتاس الأردن نشكر السيد وايل سليمان على محبته للنورسات فحلقتنا لهذا الأسبوع ستكون برعاية جمعية الكاريتاس الأردنية فمشكورة جمعية الكاريتاس اللي دايماً بتنظر لنا ودايماً تدعمنا بإمكانياتها المتاحة فشكراً لإلها وأنا بتمنى كان أنه يكون معنا السيد وايل سليمان لأنهم هني كمان بحملة ترويجية وأيضاً حملة دعم لا ما منقولها عنها ترويجية لأنه هي حملة دعم للمدارس الحكومية والخاصة في تأمين الحقائب المدرسية خاصة إحنا رجعنا للتعليم في كافة محافظات المملكة فللحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون معنا السيد وايل سليمان للحديث عن هذا الموضوع فمشكورة جمعية الكاريتاس الأردنية وبخص بالشكر السيد وايل سليمان وأيضاً القائمين على الجمعية فأبونا اليوم الحديث عن موضوعنا الإيمان من دون أعمال ميت فكلمة ميت هي كلمة قوية جداً فموضوع إنه إيمان موجود لكن عمال غير موجودة لكن الإيمان موجود إيمان ميت يعني الإيمان لوحده لا يعمل مثل اللي عنده جهاز بده بطارية ومش حاطط له بطارية فبيضلوا جامد يعني ما بيتحرك فجداً يعني هذا المفهوم أو هاي العبارة جداً قوية لأنه في ناس كتير عندهم إيمان بيصلوا إلى آخرية لكن ما بيقوموا بأي عمل سوى إنهم بيصلوا بيقوموا بالصلاة لكن أعمالهم يعني هي العادية ما بيحسوا بثقل العمل إنهم يدعم في إيمانهم على أساس إنه إيمانهم يصير حي يعني لازم نحط بطارية بهذا الجهاز حتى يعمل عشان نشوف نتاجه أو عشان نشوف هذا الجهاز شو فائدته فاتخبرنا عن هذا الموضوع وليش اخترته كمان فيه كمان أبونا فرح عجازين رح يحكي بهذا الموضوع بداية بحب هيك زي دعاء بسيط بسم الآب والابن والرحوة قدس الإله الواحد أمين نعم أيها الآب السماوي نشكرك على جزيل عطاياك تمم فينا المحبة وثبت فينا الإيمان ليلد أعمال صالحة تليق بالدعوة التي دعوتنا إليها أن نكون أبناء أحباء وليس عبيد أجواء لتملك على قلوبنا وعقولنا وكل مالنا بيوتنا أولادنا أرزاقنا كلها تحت عنايتك أيها الحافظ الأزلي الأمين لنفوسنا ومنم وديعة الإيمان فينا أمين أمين يا رب نعم في الحقيقة يعني العمل الجسيم العظيم عمل المحب الكبير الذي قام في يسوع المسيح على الصليب هو تمم إيمان إيماننا في يسوع المسيح لو بقي يسوعي حكينا بحبكم بحبكم أنا جاري لخلاصكم وما مات ما قدم الخلاص ما قدم الفداء لكان إيماننا باطل لم يوقم يسوع المسيح بين الأموات بحكي القديس بولوس لكان إيماننا باطل يعني الكلمة كمان قاسي وبشعب لكان إيماننا باطل فيسوع هو اللي تمم العمل فاثنين تقدموا لمؤمنين بالسر للزواج المقدس وتقدموا للكنيسة وعقدوا زواجهم في الكنيسة بس بيقول أنت بيت أهلك وأنا بيت أهلي بحبك وبتحبني طب إن العمل اللي بيتمم هذا الفعل ويبقى ناقصا يبقى زواج ميت زواج غير شرعي غير حقيقي لأنه مش قائم بأعماله على أرض الواقع كذلك بنقيس على أي إشي أنا بآمن فيه بحياتي أي عقيدة أي قيمة إذا ما بدي أدافع عنها إذا ما بدي أمشي بأعمال تعبر عن هذا الفكر اللي أنا متبني يبقى إيماني باطل ولنا أمثل كثير بالعهد القديم والعهد الجديد يعني بسفر أعمال الرسل عن حنانية وسفيرة كيف لقد آمنوا ولكنهم ما قاموا بأعمال صالحة ما نموا هاي بقوا بس إحنا بنأمن بس ما في داعينا أعمل بأعمال وراحوا للتهلكة إيمانهم بخسروا إيمانهم لأنه بينه وبين نفسه أولا وبينه بين الجماعة المؤمنة بالكنيسة لما بيشوفوني أنا دائما بحكي عن الرب بس أنا ما بعيش بحياته وهذا للأسف الشديد خصوصا مع المكرسين بيطفش الناس وما بنكون شهود حقيقيين لإيمان نبي وصوع المسيح بيكون نهتم بهالتنا الخارجية بيهتم بإني أنا أحكي عن الإيمان بس لما بيشوفوني أنا مش عام بعبر عن هذا الإيمان لما بيشوفوا قلب الإنسان أصبح قاسي بيبتعدوا عنده وهذه رسالة القديسة يعقوب الفصل الثاني يعني جزء كبير خصص لهذا الموضوع إنه الأعمال بتعبر عن إيمانك إن أتاك بحكي القديسة يعقوب أخ مؤمن وقال لك إنه جوعان ما معه يوكل تقول له الله يطعميك و الله يرزقاك والله يعطيكم تسكروا الباب و بتفوت ما أنت ما طعميته ما هو في حاجة بيولوجية في حاجة جسدية على الأرض في ناس بعتقدوا أنه في خلاف كبير من الموضوع بين القديس بولوس والقديس بوترس لأنه عندما قصد لأبونا فرح رح يتوسع بالموضوع لما قال أنه أنت بتخلص بالإيمان مش بالأعمال قصدوا أعمال العهد القديم أعمال الشريعة أعمال الناموس يعني وكأنك أنت القانون لخدمة الإنسان ولا الإنسان لخدمة القانون سيارة الإسعاف دائما بحطها مثل على الإشارة الضوئية لما يكون مع واحد خطر الموت بتقطع الإشارة الحمراء وما بين سجن ولا الشرطة بتوقف ولا بتخالف لأنه في أولوية تسمع على القانون أنا بدي رحمي ما بدي ذبيحة لبائحكم بتقدموا ليها مش هاي أنا بدي أعلمكم كيف الذبيحة تقدم هي القلب المنحني أمام الله هي المحبة الصادقة الحقيقية إنك تصليله زي ما طلبت حضرتك بداية الحلقة لأجل نورسات كيف إننا نحمل بعضنا بالصلاة لما بحب شخص بقدره بحترمه بحاول أنتقي ألفاظي في علاقتي معه بتصاريحي بحكي عشان ما أزعله عشان بخاف عليه عشان بدرج عليه عشان بحط هذا الحماية والستر عليه بتجنب قد ما بقدر هفواته وسيئاته كل شخصية في الناس في عندها عقيدة معينة فكر معين بحياته مشكلياتنا نتشابه حتى إحنا كمسيحيين مشكلياتنا يعني صح يسوع المسيح بيجمعنا الكنيسة الجامعة المقدسة الرسول ولكن كل واحد يعبر عن إيمانه بطريقة مختلفة عن الآخر وتصبح هذه اللوحة وكأنها لوحة فسيفسائية تعبر عن مجموعة من العناصر اللي أحيانا قد يشوفه الآخر مختلف ولكن يجمعنا إيماننا الواحد فنعود لهذه الفكرة الرئيسية اللي هي أنا بدي أعبر عن إيماني بأعمال صالحة لو ضل يسوع المسيحي قلنا بحبكم بحبكم وما قدم هذا العمل ذا كان كلام زي أيلة فيلسوف إجعى هالتاويخ ومشي ولكن هنا في تعبير عن المحبة عن الإيمان الصادق من خلال يعني ولا يمكن ولا يمكن الزهرة الوردة إلا تطلع ريحتها فهذا الإيمان بدي يطلع ريحته بدي يطلع عبقه بدي يطلع بدي يطلع أعمال صالحة يعني وكأنها عملية عملية تلقائية عملية تلقائية يعني أنت بتآمن وأن تحفظ الوصايا طب تكتب تشوف كل الرسائل تشوف كل وصايا يسوع أحبوا بعضكم بعضا يعني صلوا عشان بعض حتى السماء فيها يسوع المسيح باركوا صلوا لأجل نضطهديكم باركوا دائما حتى أحب الأعداء يعني تخيلي الشخص اللي عم بحيك المؤامرة الضدي الشخص اللي بنم علي الشخص حتى بعلاقاتنا الاجتماعية البسيطة مش الأعداء بالحرب يعني عن المستوى بعلاقاتنا هبدي أصلي عشان مش بس عشان هو يتغير عشان أنا أقدر أتقبل أنا نأملك الصبر كمان بالرسالة رسالة قديس يعقوب اللي بحكي فيها كمان عن احتمال المشاقات وتجارب الحياة يولد صبر وهذا الصبر بسقل شخصية كل واحد فينا زي تقليم الأزهار نعم نعم طبعا احنا اتصالنا مع أبونا فرح أظن بعض أعتقد أنه جاهز أبونا هي عملية تكاملية بين الإيمان والأعمال يعني هي دائرة متكاملة يعني لا بيصير إيمان فعال من دون أعمال ولا أعمال أيضا فعالة من دون إيمان جسد الروح نعم لأنه كمان إيه الأعمال إذا قمت أعمال خيرة وأعمال ساعد فيها ولأ إيماني لا لكن ممكن حس البشري والإنساني لأن كل إنسان فيه حس بشري إنساني بس من دون إيمان يعني برضو كمان ناقص طبعا صحيح في سفر العدد سفر العدد بالعهد القديم نعم موسى تعب من الشغل مع الدعوة من الرسال من ذلك راح تقدم لرب وطلب منه مساعدة قال الروح الذي أعطيتك إياه سأعطي إياه من الشعب لمساعدين لموسى حوالي يتمموا الأعمال المطلوبة على أرض الواقع كان إيمان موسى بكفل عاد ليش رسم حوالي أشخاص ساعده إذن في أعمال جسيمة في أعمال كبيرة يريد أن تطعم الناس الناس يجاعوا ماشيين بالصحراء مسافة طويلة يريدهم أكل يريدهم شرب يريدهم منامي يريدهم مردوا يريدهم عناية بالزبط خاصة لما نقرص معالجة نعم فنحن بحاجة لبعضنا البعض هذا هو في يعني المختصر نحن كبشر نحتاج بعضنا البعض اللي معاه يعطي اللي ما معاه لكن كلها بيروح الإيمان اللي أعطانا يا سيد المسيح بالزبط فجاهد شباب الاتصال يلا صباحك نور أبونا فرح صباح الأنوار بالغاليين كيفك اليوم الحمد لله بخير الله يسعدك يا أبونا ونحن شاكرين وجودك دائما معنا كل صباح يوم ثلثاء كلنا بخدمة كلمة ربنا أمين يا أبونا أبونا موضوعنا اليوم الإيمان بدون أعمال ميت وكنت عم بحكي مع أبونا جورج أنه كلمة ميت يعني كلمة قاسية لهذه الدرجة إيماننا إذا ما تتوج بأعمالنا هل يكون إيماننا ميت تفضل أبونا قبل ما أبدأ بحبها منيك على التشفيه اللي أعطيته حول الجهاز والبطارية أنا أبدأ تشفيه كثير جميل جدا وقريب للحقيقة موضوعنا إذن الإيمان والأعمال يعالج القديس يعقوب في رسالته هذا الإدعاء عن بعض المسيحيين أن الإيمان وحده دون الأعمال يكفي الخلاص بهذا يبرج الإنسان أيضا تفسيره وفي إتمام واجباته الدينية وعمل الخير مدعيا أيضا أن الإيمان وحده قادر أن يخلصهم على هؤلاء يجيب القديس يعقوب ومعه الكتاب المقدس القديس يعقوب يقول ما المنفع يا إخوتي إذا قال أحد أن له إيمانا ولا أعمال له لعل الإيمان يستطيع أن يخلصه إن كان أخ أو أخت عريانين وليس له ما قوت يومهما فقال لهما أحدكم اذهبا بسلام واستدفئا واشبعا ولم تعطوهما ما هو من حاجة الجسد فما المنفعة كذلك الإيمان إن كان بغير أعمال فهو ميت في حد ذاته يبين القديس يعقوب أن عواطف الرحمة والشفقة وحدها لا تكفي كذلك الإيمان وحده لا يكفي بدون أعمال ماذا ينفع أن تقول المستعطي اذهب الله يعطيك بدون أن تمد له يد العون كذلك يؤكد القديس يعقوب أن الإيمان وحده بالأعمال هو ميت ولا يبرر الإنسان بالإيمان وحده بل بالإيمان والأعمال ترون إذن أن الإنسان بالأعمال يبرر لا بالإيمان وحده فإنه كما أن الجسد بغير الروح ميت كذلك الإيمان بغير الأعمال ميت ويقول أيضا القديس يعقوب في مكان آخر الشياطين تؤمن لكن إيمان لا يخلصها لأنها عاجزة عن عمل الخير يقول أنت تؤمن أن الله واحد والشياطين أيضا يؤمنون ويرتعدون نجل القديس متى حول هذا الموضوع ففيه الكثير من الكلام الذي يثبت أنه لا يكفي أن يؤمن الإنسان أو أن يصلي حتى يخلص بل يجب أن يعمل الأعمال الصالحة أولا ليس كل من يقول لي يا رب يا رب أي من يؤمن بكلامي يدخل ملاكوت السماوات ولكن الذي يعمل إرادة أب الذي في السماوات هو يدخل ملاكوت السماوات في مكان آخر للقديس متى إن كثيرين سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب ألم نكن باسمك تنبأنا أو باسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أعلن لهم أن لم أعرفكم قد فاذهبوا عني يا فاعلي الإسم تثبت هتان الأيتان أن الإيمان بكلام المسيح واحد ولا يكيد لكي نخلص بل يجب أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة وهذه الأعمال الصالحة هي التي تخلصه هذا ما يبينه أيضا القديس متى في الآيات التالية من سقى أحد أولئا الصغار كأسمان بارد فقط باسم التلمين والحق أقول لكم إنه لن يضيع أجرهم وأيضا إن ابن البشر مزمع أن يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد لحسب أعماله في مثل ابنين وطاعتهما الأول يقول لا أريد أن أعمل ثم يذهب ويعمل والثاني يقول أريد أن أعمل ثم لا يذهب أي يؤمن ولا يعمل فمن بينهما فعل إرادة أبيه فقال له الأول فقال لهم يسو الحق أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكة الله نعم يسبقون أولاك العشرين والفرسيين الذين يأمرون بالوصايا ولا يحفظونهم وفي الدينونة الأخيرة يقول لنا القديس متى أن الدينون الأخيرة سوف تكون على الأعمال وليس على الإيمان وحدهم حينئذ يقول الملك الذين عن يمينه تعاولوا يا مباركي أبي رسل الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم لأن جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني وكنت غريباً فأويتموني وعلياناً فكسوتموني ومريباً فعدتموني وسجيناً فزرتموني إنكم كلما فعلتم ذلك بأحد إخوتها أولاء الصغار فبي فعلتموه ثالثاً بالنسبة لقدسفولوس أيضاً نؤكد هذه الحقيقة في مواضع مختلفة في رسائله في رسالة الأولى لأهل كورينتوس لو كان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن في المحبة فلست بشيء وفي رسالة إلى تيميتاوس إن كان أحد لا يعتني بذويه ولسيما بأهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من كافة أنهي كلمتي بهذا القول فكيف إذا رغم كل هذا يدعي بعض المسيحيين أن إيمانهم وحده قادر أن يخلصهم ولا حاجة بهم إلى الصوم والصلاة أو أن يلزموا أنفسهم بعمل صالح إن من أفلس في مقاومة التجارب يلجأ إلى هذا الادعاء متناسيا بذلك كلام المسيح الصالح الصريح اسمروا تمرا يليقوا بالتوبة وأيضا من ثمارهم تعرفونهم فما دامت تعطيت لنا الفرصة لنصنع الخير الجميع حتى نحصد يوما الحياة الأبدية آمين آمين يا أبونا وإسلام تمك على هذا الكلام الجميل اللي لخصت فيه الإيمان والأعمال هي باكورة حياتنا المسيحية فالإيمان من دون أعمال وأعمال من دون إيمان برضو كمان باطل فشكرا لك يا أبونا وإن شاء الله المستمعين كلهم استفادوا من هذا الكلام اللي أتحفتنا فيه فصباحك نور أبونا نعم هو الكتاب المقدس الذي يثفت لنا هذه الحقيقة نعم نعم فعلا يا أبونا يعطيك العافية يعطيك العافية شكرا لك أهلا فيكو أهلا فيكو أهلا يا أبونا أبونا كتير فيه أحيانا الناس تخلط ما بين لما منقول إنه الأعمال إنه دايما بتكون الأعمال هي أعمال مادية يعني إذا إيماني كويس أنا لازم أتبرع فبيربطوا الإيمان بالتبرعات بيربطوا الإيمان إنه بعطاء المادي بيجزء منه هذا نعم هو جزء بسيط منه لكن هو العطاء لما أنا بحكي بالأعمال الأعمال الخيرة يعني مزبوط إنه احتمال يجي مثلا واحد جوعان عند واحد جوعان واحد مؤمن فبحكينا أنا مش ملائقه يومي تعطيك يعني ممكن يعني أشخاص تاني بد فيه مشاهدات كتير وفيه خبرات كتير وفيه قصص كتير مثل فلسل أرملة ما معها ولا إشي وبدها تتبرع مسكينة لأنه مطلوب مفروض عليها تتبرع فحطت هالفلسل الوحيد اللي عندها طبعا شاهدها يسوع المسيح وأعطى مثل فلسل أرملة لكن فيه إحنا بحياتنا الحالية الآن والوضع الاقتصادي السيء اللي عم منعيش فيه نتيجة جاعة كورونا نتيجة الوضع الاقتصادي والسياسي إن كان فيها البلاد اللي عم بتعاني كمان مشاكل وحروب والضهادات فموضع الاقتصادي السيء عند الجميع فيه موجود إيمان لكن عطاء المادي غير موجود إنه واحد يجي جوعان عند واحد جوعان مش قادر يعطيه فإيمانه هيك بحس إنه بالزنب أوقات كتير إنه أنا مش قادر أساعد هذا الإنسان فالمساعدة أبونا الناس لازم تفهم لما بنحكي نحنا عن العطاء أو بنحكي عن الأعمال إنه مش بس مادة مش بس مصاري يعني أنا أطول من جيبتي وأعطي عم بتصدق أحيانا وبيحمله جميلة إنهم عم بتصدقوا بالمال الأعمال الأنواع نعم صحيح البسمة صدقة البسمة في وجه أخوي الإنسان الإنسان يعتقد خاطئا بشكل متزايد إنه أنا ما عندي إشي ما في إنسان ما عنده إشي بحياته في موهب الله حطها في شخص بدون شخص ثاني أحيانا بتكون بصحته وعافيته يعني بتكون أعماله الصالحة اللي بعملها إنه يكون ما يشوف حدا من هالجيران الكبار بالسن طالعين ونازلين يجي يحمل عنهم هالكياس اللي حاملينهم يكون ما يشوف حدا ما بعرفه بالشارع كبير بشعرف في قطع الشارع عنده مشكلة بالنظر عنده مشكلة بأي شي يعيقه بيساعده بيمسكه بإيده يعني وأنا بدرس بالمدرسة بشوف مشاهدات مشاهدات من الطلاب حلوة كيف بتعاضد وبيساعدوا مع بعضهم البعض يعني لما يكون في شخص منهم واقع أو مصاب أو مكسور وجدوا وعندنا طوابق ثلاث طوابق يحملوهم بيحملوه بيطلعوا فيه ثلاث طوابق وشاب نجيلهم يعني ووزنوا يعني مش مثلا إنك تقول صغير أو هيك ولكن هذا كمان عمل عمل رحمة أحيانا الإنسان بدي يفوت على قدس أقداس نفسه ويفتش يحكي شو بدك مننا يا رب دايما أنا بحكي أنا إيش بدي من ربنا دايما صلاتنا يعني بشكل نسبة عالية جدا إنه تاك 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 وتحطهم بين إيدي ربنا ونسجد ونركع هذا شيء جميل ولكن مثل ما في إيمان وأعمال فيه كمان أخذوا عطا في علاقتنا مع ربنا مش كلها هات كمان في تبادلية بالعلاقة لما تكون علاقة شخصية مع يسوع المسيح تكون علاقة تبادلية فأنا شو مطلوب مني هاي دعوت كل إنسان بحياتنا كل واحد عنده موهبة يعني زي اللي صوته حلو وبيجي بالكنيسة بقود آخر واحد طيب نحن عارفين إنه باسمة سمعا صوتها حلو طيب مش منطقي إنك قاعدة هنا تفضلي بدهاش عزيمة بالكنيسة يعني الصوته حلو يتفضل يقدم هالموهبة ليش بتعزها على ربنا ليش بيكون في واحد مثلا إنه 20 سنة بالكشافة وعنده عيله هيك خلاص مشغولي بعيلتي ولا شو بدي بالكشافة تعال ساعدنا وقف ويجيب ولادك معك الكنيسة خلالهم يتربوا بكشافة الكنيسة وقص على ذلك ما في واحد ولا واحد دكتور لا فقير ولا غني فيش واحد ما عنده أعمال صالح يقدر ويقدمها زي ما قبل قليل حكيت البسمة صدقة لما شوف واحد متألم متعبان وهيك عزيه بكلام حلو بكلام دافي أحسسه باهتمامي إنك أنت شخص مهم بالنسبة إلي إنه أقضي وقت معه يعني بدي يكون بغضي النظر عنه وظيفته أو الخدمة اللي بيقدمها سواء بيشتغل في أبسط الأشياء والخدمة الناس شايفينها بسيطة جدا هذا الشخص بدي وقت معه يعني فيه أشخاص خصوصا لما كنا نطلع على دور الكبار السن رعاية كبار السن دكتور ما بدهم إشي بدهم شخص يسمعهم يحكي معهم يعني هم بدهم يسول فجوعانين للكلام يعني بيقعدوا ساعات لحالهم فبحاجي إنه كيفك عمو بس قعد ساعة وانت بس على كيفك عمو وحط إيدك على خده وو بحكي 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 طب هاي مش أعمال أعمال راح منتخصص من وقته لواحة لما كنا نطلع مع حضرتك على الدار العناية الإنسانية ولما نطلع على ونقدس ونصلي معه ونقضي يوم نحتفل معهم طب هاي مش أعمال صالحة شو بتتكلف الإنسان يمكن يخذ معه هدايا ولا يخذ معه شغلات يعني تكاليفة قليلة جدا فما في حدا ما عنده إشي قد وكل واحد على قد الإمكانيات الجسدية والعقلية والإمكانيات المادية اللي الله أعطاها ياه زي ما اتفضلتي هي أعطت كل ما لديها يسوع قال هي أعطت أكثر من كل كل دفعته الميات الذهب ولدفعته لأنه أنت عطيته واحد بالمليون من اللي عندكم أما هي فأعطت كل ما كل ما لديها ما لديها نعم أبونا يعني أنا ليش جبت هذا الموضوع لأنه في ناس كثيرين مثلا متقولين كيف تقدروا تساعدوا والله ما معنى يعني كلمة أنه ما معنى ربطوا المساعدة دائما في العطاء المادي أنا كيف بقدر أساعد يعني إيش الإمكانيات اللي بقدر أساعدها هلا أنت لما بتتوجه لواحد مثلا مقدر ماليا وتقول له مثلا حاجتك أنك بحاجة ممكن أنه هو ينظر أنك أنت بحاجة لشي مادي لكن لما أشخاص منحسهم الداخلي يكون العطاء بيكون قيمته أكبر مما أنه أنه يردوا إنسان طلب منهم يعني يعني قديش حلو لما المبادرة عند الأشخاص بتكون يعني معناها أجمل وأعمق وأحلى لما أشخاص مثلا بتشاهد كنيسة بحاجة لتنظيف ما حولها من مثلا المكان بيجوا يا أبونا إحنا شايفين إنه هذا الوضع مثلا غير لائق في هذه الكنيسة إنه نحنا في مجموعة من السكان منطقة أو اللي عايشين حول المنطقة شاهدنا هذا الوضع جاي ننساعدك في تنظيف الكنيسة مو غلط يا أبونا نحنا مجموعة من السيدات الأخوية بدنا ننظف الغبراء اللي موجودة بالكنيسة الأرض الكراسي نضبط الزريعة يعني أو نضع الزهور جدا جميل خاصة في الكنائس النائية الموجودة في محافظات البعيدة عن المدينة اللي ما عند الكاهن مثلا زي باقي تلك نائسة يكون مثلا مجموعة من الرهبات أو رهبانية معينة بتيجي بتساعد في خدمة الكنيسة وهي اللي بتشرف عنها عليها مثلا لبس الكهنة تنظيفها غسيلها كويها أو دراي كلين أو تنظيف الكنيسة أو وضع الزهور أو النباتات أو تنظيف ما حول الكنيسة ممكن يشوفونها الكنيسة بحاجة لبناء صور أو الكنيسة بحاجة ل مقاعدها إعادة تصليح المقاعد الكنيسة بحاجة للإدهان يعني هذه المبادرات لما بيطلع الإنسان المؤمن على شي بقدر يقدمه إنه مثلا بقدر أساعد بالتنظيف بقدر أساعد أني أجيب ظهور للكنيسة من حقل لوحده الإنسان من مبادراته ومن الشخصية وحبه لعمله حبه لكنيسته حبه لمكان عمله ممكن أنا أساهم في مكان عملي أني أقوم بشي أعمل في تغيير بجيراني بين جيراني بين المنطقة اللي بعيش فيها أني أتفق مع مسجل جيراني أنه ننظف مثلا بيت الدرجة ننظف مثلا الصور ننظف الرصيف فهذه لما بيشوفوا الناس أنه شخص مؤمن عم بيقوم بهذا العمل فشو بيكون رد الفعل للناس تقول يا الله هل بني آدم هذا يعني عم بيترجم إيمانه هذا إنسان مثلا بيحكو لك وف مسيحي هذا مين هذا الشخص هذا جارنا المسيحي دايما بحكو نحن هذا دايما متعارف عليه دايما من منوصف الشخص أنه هذا مسيحي وغير مسيحي لكن لما منقول أنه الإيمان يترجم بالأعمال والإيمان بيصير حي من الأعمال فهذه الأعمال تتحدث عن إيمانكم كمان حتى لو مش بحاجة لأنكم تعقوموا بالتبشير إذا أنتم مش قادرين على التبشير إيمانكم هو جزء من التبشير إيمانكم جزء من إعلان رسالة السيد المسيح اللي هي رسالة المحبة أنا كيف بدي أرى ترجم رسالة المحبة الضبط الإيمان يعني الأعمال هي غذاء الإيمان عشان يستمر يعني ببشر بأعمالي لما بنمي إيماني يعني كله متواصل زي الجسد والروح يعني الجسد بدون روح ميت ستالا ما بتطلع تروحه بحكم تصل ستالا خلاص مات فهذا إيماني إذا أنا بدي أفتراضي بس على وسائل التواصل الاجتماعي وأعبر عن إيماني بأيقوني بحطها فقط وعلى أرض الواقع أنا ما بعمل إيشي عم بشوف الكنيسة وصخة وعم بحكي إنها وصخة طب تعال ساعدني تعال اشتريل معي فيكون بأعمالنا إن نعبر مش بالكلام مش بالكلام بالفعل يعني في كل إشي بدو فعل على أرض الواقع إذا بحكي لأولادي أنا بحبكم بابا جوعان طيب جوعان قليك جوعان شو مشكلتي هاي التلاجي قدامك يروح كل بالدكيات يعني هذا إذا فيه أكل بالتلاجي إذا فيه أكل في التلاجي بتضرب كل اليوم إذا فيه أكل بالتلاجي فعلا يعني بخصوصا الجائحة هاي أضرد بالكثيرين نعم بالكل حتى إلا اللي استفادوا اللي كانوا يبيعوا الشغلات اللوازم والإنترنت هذول اللي استفادوا فقط لا كثير يا أبونا يعني الناس تنظر لإلنا كان مكتبنا نورسات كون إنه مثلا كلمتنا مؤثرة في العلام فيبعتوا لنا حاجاتهم يعني محتاجين هيك محتاجين هيك طبعا إحنا ما بننشر هذا الشي على الفضائية لكن إلا علاقات زي ما بيحكوا الواحد بيوصل هالكلمة لأشخاص قادرين إنهم يساعدوا فكتير فيه نحنا ما بدنا نضرب دايما ونقول الدنيا عتمة لكن في بعض الشمعات المضيئة في كنائسنا وفي الأشخاص موجودين كمان عم بيقدروا يساعدوا ويضيقوا الشمعات لكن نحنا عم نطلب من الجميع إنه ما يكون الحمل على هدول الأشخاص المعروفين في الكنيسة إنهم بيساعدوا يعني الكل بيدب عليهم في بعض الأشخاص معروفين في الكنيسة إنهم هدول بيساعدوا بتلاقي الجمعيات وبتلاقي الشبيبات وبتلاقي الكشاق كل الأردوات ندبت عليهم هدول الأشخاص فهدول بيصير في عندهم شوية يعني يعني ضيق إنه الكل بيطلب منهم في كتير ناس تقدر إنها تساعد بإمكانياتها البسيطة ونتوزع الحمل على الجميع ما يكون الحمل على مجموعة بس معروفة واحدة فهذه برضو كمان عم رسالة بحب أن نوصلها من خلال برنامجنا صباحكم نور طبعا بحب أصبح على كل الأشخاص الموجودين معنا على المباشر على صفحتنا منقولها مازن الفخوري صباح الخير ويقول لها حتر صباحك نور يا يقول لها وفيروس الراشد من الأراضي المقدسة ومع أجمل الاتصال ومع أجمل الأعمال عندما نقدمها للإنسان وكلنا وكأننا نقدمها للرب أو نقدمها باسم الرب تكون بفرح بمحبة نجد الرب يساعدنا ويكون الحمل خفيف وهكذا نعود إلى بيوتنا مبررين بإيماننا وبأعمالنا الصالحة المرضية لله والتي تخلصنا لأن الله يجازينا حسب أعمالنا شكرا يا فيروز على هذه المداخلة القيمة سعيدة في وجودكم يا أخت يولا يسعد صباحكم بكل خير وسعادة وسعاد ميخايل صباحكم نور أبونا فرح حكي وحكمته رائعة هدى مكسابو صباحك نور وأمل السلمان بالحقيقة شرح ممتع من أبونا فرح ربي بارك خدمتكم وسعاد ميخايل عملت مداخلة تعاملك مع الغير عطاء وبركة المادة مثل كل الحياة كل الحياة والحياة لها معنى آخر تعليم الكتاب المقدس نعمة من الله بسمة هلسي سعيد صباحكم سعاد ميخايل كلام سن مهد بور وفرجلياس وميري برجيل صباحكم نور جورجيد طبيض صباحك نور وأم عادل النمري صباحك نور وماجدة البي رادي المحاضرة رائعة تخرج أعمال الخير من القلب وتظهرها للجميع فعلا يا أخت ماجدة وشكرا لمداخلتك وصباحك نور لأي ريتو وأم عادل النمري صباحكم نور أبونا بطرس جنحو صباحك نور يا أبونا وشكرا لإلك يا أبونا عن متابعتك ومنحب نسمع منك مداخلة إذا في مجال كمان أيضا بهذا الصدد المهندس ماهر عكشي صباحك نور أم فادي حتر صباحكم نور يا أم فادي وأيضا هناك أشخاص كمان كانوا على المباشر منصبح على الجميع وهناك أيضا تساؤلات في بداية كلامك أبونا وذكرت أن هناك كان خلافا بين القديس بطرس والقديس بولوس حول الإيمان فقط بمعنى أن الإيمان هي تخلص الإنسان وبين أن الإيمان لازم يكون معها أعمال نرجع نعيد الشرح للأشخاص حابين يسألوا عن هذا الموضوع نعم في الحقيقة اعتقد أباء الكنيسة أن هناك تناقض وخلاف ما بينهم وهو في الحقيقة ما في خلاف بيناتهم الكلام واضح بس دائما نحن نأخذ جزء من كل وما نشوف المحيط فيه يعني ما بصير نوصل للآية هاي اللي حكاها القديس بولوس أن الإيمان قبل الأعمال قبل ما نرجع صحاح صحاحين لقدام ونشوف إيش هو الإيمان بالنسبة اللي بيحكي عنه وإيش هي الأعمال اللي بيحكي عنها اللي لازم بالإيمان مش بالأعمال هو بيحكي وإن الإيمان في إضافة الغربة الإيمان في كده يعني في أعمال بيحكيهن أن يكون إلك إيمان يعني أنت بتعمل هيك وبتعمل هيك يعني أعمال وكانه بصدد بيحكي عن أعمال العهد القديم الناموس والشريعة اللي كانت دقق فيه الناس بفكروا أن الوصايا العشرة كان عند الشعب العبراني ألاف ألاف الوصايا عن اللحوم من الحيوانات عن دخول البيوت الغسل الأيدي الإيد اليمين اللي تفوت بين رجل الشبال ولا باليمين كان عندهم مجموعة من الوصايا موجودة اليوم يعني بيقدر الإنسان يشوفها موجودة بالعهد القديم نعم أو خصوصا لما بنوا الهيكل المقاسات بالسانتي بالمنلي على الليبرا زي ما بيحكوا كل شي كان مجموعة كثير فهاي هي أنه الأعمال اللي كان يقوموا فيها الفريسيين بيحكي القديس بولس اللي هو كان فريسي يعني بيحكي مش بهاي الأعمال بتخلص أنت بتخلص بالإيمان اللي بيعبر عن أعمال والقديس يعقوب فات بالموضوع بالعمق وبشكل جوهري ماذا يلد هذا الإيمان ماذا يلد هذا الإيمان يعني كيف بيدي أعبر عن إيماني في النهاية الإيمان هو فعل هو فعل تعبيري وليس عاطفة لو كانت عاطفة فإن العاطفة متقلبة يعني حتى مشاعرنا تجاه أعز الناس عندنا بحياتنا بتتبدل وتتغير حسب نفسيتي حسب مزاجي يعني أحيانا الواحد ما بيكون طايق ولا حدم اللي حواليه بيكون خلص وأصل لمرحلة تعبان بحاجة أنه يعمل بريك يروح يسافر يقعد في منطقة هادية يروح يصلي يقعد بدير يهدي أعصابه بشان يشحى خصوصا علاقاتنا العاطفية طويلة المدى يعني متجوزين أنهم أربعين سنين طب ما هو كمان بسير إلا ما يسير جفاف هذه طبيعة البشر إذا اعتمدنا على العاطفي فقط ولكن الإيمان ليس فقط في العاطفي جزء كبير منه عاطفي ولكنه مبني على العقل على الحقائق الإيمانية على قانون إيماني على الوصايا على الأسرار الكنسية اللي بعيشها مش بس مبني على أعمال لحالها مستحيل الأعمال لتخلصني لحالها كما أنه بدها تكون ركيزة ونابعة من عقيدة بداخلي مثل أي إنسان من أي دين من أي مل من أي مبدأ سواء كان شيوعي ولا كان بوذي ولا كان مسيحي ولا كان مسلم في عنده عقيدة في عنده فكر بيترجمه بيعمل مؤتمرات بيعمل صلوات بعمل اجتماعات بيفعل حركات بيدي يعبر عنه بيدي يقدس بيدي يتعلم كلها أعمال متكاملة مع بعضها البعض إذن لا خلاف ما بينهما كما اعتقد البعض لأنه للوهل الأولى إذا بتجيب الآية من هنا وبتجيب الآية من هنا ببين المتناقضات بيقول لك هنا بكل وضوح الإيمان هو الأهم من الأعمال هون بيقول لك إيمان بدون أعمال ميت يعني كمان زي ما تفضلت حضرتك يعني ميت يعني جماد يعني لا فيك ولا فيه لا بهش ولا بنش زي الجهاز اللي قلت بدون بطارية شو بدي فيه مش عم مفاعل مش مستفيد منه يعني ساعة بدون بطارية ليش لابسها يعني بدك تشوف إشي منها بدك تشوف إشي يعني هي مش أنانية مش أنه طمع فيه ناس مثلا بيكون بيحب يوخ المساعدات من كل الجهات يعني بيروح على كل الجهات ويعني شفنا بالأوني الأخير المتسولين كمان يعني بطريقة باشعة جدا طلعوا موظفين بالدولة موظفين بالحكومة بيشتغلوا أو فيه ناس عندهم أعمال خاصة بزنس عندهم بزنس يعني والصبح للساعة أربعة وهو بيجمع مبالغ طائم يعني وفيه طرق يعني مبتكرة حديثة يعني بطل الأسلوب المدئيد وهي بطلنا نشوفها بالشارع بالنفس الهلأ بيجي ممكن يغسل السجارة بدون ما يغسل ولا يسوي إشي بس يعني يعني انت ما يجرح السيارة بتعطيه مشان يبعد عنك المصاري أو شفت مشاهد أنا ناس يعني بيعتدوا على السجارات الناس بينافسوا العجال مثلا إذا ما ما بتعطيهم أو بتلاقي واحد واقف على باب باركينج إذا ما بتصفي بتدفع دينارين جوا بتصفي بره بيجي بتلاقي العجال السيارة يعني في إذاء في الهادر إحنا بنقول إنه دائما المحتاج هو اللي ما بطلب بشكل مباشر اللي يعني أنت بتقدر تستنسج وتقدر تعرف منها دائما اللي بطلب لنفسه ضعيف الواحد بيكون شوية فيها مكسور شوية الواحد بيكون الله يعني الناس والحاجة بتذل يعني الحاجة بتكسر الإنسان فإذا تعاضت المجتمعات تعاضوا المشاركة مع بعض البعض بتخفف معاناته هلا شو السبب إنه في فقراء هو طمع فئة على حساب فئة يعني ما فيها التشاركية بالعالة مش بس بالفلوس حتى بمشاعرنا أحيانا في فقر بالمشاعر مش زي ما تفضلتي مش كلها شغلة مادية لأنه الإنسان اللي ناقصه مادية بيفكر كل شيء مادية والإنسان اللي ناقصه صحة بيقول طلع هذا بصحة كل مصارية كل أموالي شو مستفيد أنا منها اللي صحتي مش نافعة وكل واحد فينا يبحث عن إشي ناقصه لا يوجد إنسان كامل في حياتنا يعني الكمال لله إحنا بنسعى إننا نكون مناح بحياتنا كاملين دعوة هي إننا ننميها ولكن كل إنسان ناقصه شغلي ما في إنسان كامل وما في إنسان ما عنده إشي يقدمه دائما في إشي يقدمه يعني في ناس بعضلات ويقدم زي ما حكي ذقب شوي ممكن يحمل ممكن يساعد ممكن يعني ما في واحد يقول أنا اليوم ما عندي وخصوصا الناس اللي عندها وكل المجتمع عارف والكليسة عارفي بيقول ما عندي أنا من وين إني أقدر أسعب إحنا عارفين إنه يعني إذا أنت سوري بالتعبير يعني الكلمة قاسية إذا أنت ما بتحكي الصدق وإذا أنت ما بدك تعمل أعمال وبدك تظلك أنه أنا على أسرار بكفي أنا بكفي أني بأجي بصلي بكفي أنك بتيجي بتصلي بس أنت تضحك عمين على الناس الناس كاشفيتك بتضحك على حالك ولا بتضحك على يسوع يعني في خداع بالموضوع لما أنت بتيجي بيقول أنا بكفي أصلي مش قابل تقدم ولا ما ما دي ولا معنوي ولا إيماني ولا أعمالي بس أنت قاعد بتعب بعدد سفت زي تحكينا الجهاز بالضبط وقاعد لا وبنتقد كمان بالعكس يا ويت ما فيه أعمال بس سلبية بتصير إيش بدي ينتقد طب أنت يعني خير لهم أن يربطوا نفسه بحجر الرحة ويرمي نفسه من وقف معثرة لهؤلاء استغار يعني بزعع للشخص المقابل فلانة متكبرة يعني كيف يعني مثلا مرقة وما تبسم ما تبني ما سلم يعني بناء لا 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 طب أعطيني وقاع فهمني أنا خلينا أستوعي أحكام مسبقة بدون سند مثبت بالزمنات هايب أحب أحكيها لو إحنا على الهواء يعني بس خلينا نغير جو نعم يعني القداس البيزنطي بيطول سحرية يعني ساعة ساعة إلا ففي ناس متعودين على الصلاة لطويلة فإجا يوم عيد ففات عندي عمو كبير قلت يارفت عندي بيقول لأبونا إذا صلاتك يلا يلا ما أودنا إياها يلا يلا امشي على مهلك وصل على ما بدأ مخمخ أنا جاي إذا مخمخ مخمخ بلروح عن أيتك مخمخ هاي صلاة عندك هاي كل الأسرار تحت أمرك بس يعني ما نثقل على الناس خلي يعني الواحد براحته يصلي بس كمان الوقت مشغلتك شغلت طي مخمخ حلوة هاي أبونا نحن كمان يعني حابين كمان من هاي الحلقة نحضر الناس ل كوم نعود عدنا إلى نشاطاتنا الكنسية وأيضا مشاريعنا الكنسية خاصة هلا في التحضير لعياد الميلاد والبزارات والآخر فمنحب نعلن اليوم إنه رح نرجع لبزار الرحمة كان الأسنة الماضية عشان جائحة كورونا بزار إلكتروني فإن شاء الله هاي السنة رح يكون البزار الرحمة اللي هو بتقيم بتقوم عليه نورسات وأيضا بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية وأيضا سيكون في تعاون أيضا من بعض الجمعيات الكنسية في هذا البزار وبرعاية مجلس رؤساء كنائس الأردن إن شاء الله والبزار رح يكون بجمعية النبر التعاونية المشكرها جمعية النبر اللي قدمت القاعة لنورسات لإقامة هذا البزار وهذا البزار الوحيد هو البزار المسكوني وإحنا لما بنقول البزار المسكوني الوحيد اللي بضم كل الكنائس العائلات الكنسية يعني بتشوف فيها الأورتودوكس واللاتين والكاثوليك والسريان ما أجمل هذا فرح يكون المشاركين في من كافة الكنائس فنتمنى أنه دعم هذا البزار وأيضا زيارته ودعم الأشخاص اللي رح يشاركوا فيه لأنهم أشخاص فعلا يعني عبارة عن كلها مواد يدوية وصناعة يدوية للسيدات وأشخاص أو مشاريع انتاجية صغيرة من البيوت أو من محلات صغيرة فدعم هم أيضا هي تصوف في أعمال الخير للآخر وخاصة في زمن نحن بأحوج لبعضنا لبعض لنحمل ونقيم هالحمل واتقل عباء الحياة عن بعضنا لبعض فما أجملنا لما منساعد غيرنا فرحتنا وفرحت قلبنا لما منساعد الآخرين يعني مثل ما حكت الأخت فيروز الراشد لما بتقول أنه لما منساعد نرجع لبيوتنا وقلوبنا تهلل من الفرح أني أنا ساعدت اليوم يعني لو كل إنسان كل يوم بيمر علي ساعة ثلاث أشخاص كل شخص إنسان مؤمن يقول اليوم أنا بدي أساعد ثلاثة والثلاثة هذول كل واحد منهم يساعد كمان ثلاثة فبالنها ما حدا بيضل محتاج بالضبط ما حدا بيضل محتاج بناتنا بس نتوزع الحمل والحمل يكون على الجميع برجع وبحكي إنه هاي الحلقة برعاية جمعية الكاريتاس الأردنية مشكورة في رعايتها ودعمها للنرسات وأيضا دعم رسالة النرسات وأيضا كل الأشخاص الخيرين اللي بيدعموا الكنيسة وبيدعموا هذه الفضائية اللي هي بتتحدث باسم المسيحيين وبتتحدث باسم بتنشر رسالة ربنا ورسالة السيد المسيح لكل العالم يعني ملايين عم بيشاهدوا هذه الفضائية ببرامجها فحلو إنه نصلي لهذه الفضائية لكي تستمر في عملها بالرغم من الضغطات المادية والضغطات الإقليمية اللي عم تجرى في البلاد فبالرغم من كل هذا الشي ربنا معها هذه الفضائية وروح ربنا خاصة روح الأشخاص كمان وإيمان الأشخاص القائمين على هذه الفضائية اللي مخليتها مستمرة بالرغم من كل هذه الصعوبات وقضاء التحديات نشكر كل الأشخاص اللي معنا على البث المباشر رائد الجميل وهاني سالم وميسون خليل وسامر إيبف ونجيب عواء وسعاد مخايل وقيس السهير وعبد المجيد أيضا عنا أركان المصلاوي وأميرة سعادة واتحاد حتر ووحيدة حنة وحتر نعمات أيضا وهيف الور صباح الأنوار والخيرات والبركات يوسف أسعاد ونسريم يتيم غريب وأيضا أرليت الخل مهال لوح وشوكة حداد وريمة مخايل وجميع الأشخاص الموجودين على صفحتنا وأيضا الأشخاص اللي بتابعونا على نورسات تلفزيون نورسات وتيللومير منرجع من منشكر جمعية الكاريتات الأردنية اللي دعمها لهذه الحلقة مشكورين وأيضا لكل أشخاص اللي تابعونا اللي حققوا نجاح ونشر هذه الحلقة من فريق نورسات بالأردن وأيضا في لبنان ربنا يكافيكم ويعطيكم الصحة والعافية وأيضا أبونا جور شراحة بنشكرك على المرافقة الروحية وأيضا أبونا فرح بنشكره على ما أتحفنا فيه بشرحه الوافي عن موضوع الإيمان من دون أعمال ميت بحب أختم دكتورة بقصة بتضحك شوي عن الإصغاء بتحكي فإجت تبكي وحدي ومتأثري بمشاعر يعني مصدومة في خدعت بشخص وهيك فأجت عند صاحبتها تحكي تحكي من قلبها والدموع بتنزل بتنزل خلتها بسكملت خلصت كلامة طلعت فيها زي هيك قلت لها وكشو نوع الكحلي اللي حطيتها ما سالت ولا منها إيش منها وكشو نوع وكهي إيش بتحكي وهي وين سرحاني ما في أصغار وهي بنفكر بنوع الكحلي اللي حاطيتها ففي كثير أحيانا زي هيك حتى مع ولادنا بنكون مشغولين في كل شي وهو بدي يحكي معنا أنا بحب الأب أو الأم لما يحكوا مع الطفل التيتا مع الأحفاد تنحني تركع قدامه يعني تصير على نحكي مع الطفل ونشيل الموبايل نشيل كل شي أنا بعتذر من الناس اللي بحكي معهم يعني إذا من كانوا من الأصدقاء اليوميا أنا بحكي معهم بقولوا لو سمحت أبونا خديك معي ثواني شوي آه حبي بإيش بدي أسمع بدي أشوف احتياجاته لأنه هذا بعد شوي مش رح يعرف يتذكر إيش كانوا يحكي لك يا فبتضيع أنت بدك تشرح لو بدك تفهمه هي أولويات أحيانا أبو الموضوع الإصغاء مهم فإن شاء الله يكونوا المتابعين أصغل لنا اليوم الحلقة أكيد أكيد فما يكون حملنا أو حكينا أتقيل عليهم فنحن بنشكر كل المتابعين وأيضا كما ننتهى وقت برنامجنا منحييكم منقولكم صباحكم نور وتعطينا البركة أبونا ولننطلق بسلام المسيح الله يخليك نعم تربينا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا اذهبوا بسلام المسيح الشكر لله يا رب وشكر للجميع فصباحكم نور وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بنفس التوئيد يوم الثلاثة الساعة التاسعة صباحا إلى اللقاء أعجوب التلاليوميار مستمرة مستمرة فيكم مستمرة لكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولادكم وللجيل البعض ولاد ولادكم من بعد لما تكون تعبن بهمة عندك كلمة ريحة ألبك ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليلوميار نور ساتي ليلوميار نور ساتي لنم صلاواتي ليلوميار محبة وخير نور ساتي ليلوميار